نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إطلاق رابط إلكتروني لتسجيل بيانات الأسر الأكثر احتياجاً بزعم الحصول على منح مالية موضحاً أن الرابط المتداول مزيف وأن هذه المنح وهمية ولا علاقة للوزارة بها مشيراً إلى أن أي منح أو مساعدات مالية تقدم للأسر وللفئات الأولى بالرعاية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي شدد المركز على نجاح الدولة في دعم العديد من الأسر الأكثر احتياجاً من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الحماية والرعاية الاجتماعية لتلك الفئات وأبرزها برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة والذي وصل عدد مستحقي إلى ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسين ألف أسرة بإجمالية أربعة عشر مليون مواطن وبتكلفة تصل إلى عشرين مليار جنيه سنوياً ترجمة نانسي قنقر